ينزل رونالد ريجين باعتباره أحد أهم الرؤساء الأمريكيين وأكثرهم تأثيراً حيث أنه مش مجرد فترة الثمان سنين اللي حكم فيها اللي أثر فيها بل أصبح هناك ما يطلق عليه الريجينية أو الأفكار اللي حملها ريجين اللي فضلت بتصيغ الحزب الجمهوري حتى يصبح أن يطلق عليه حزب ريجين حتى أتى دونالد ترامب وأتى دونالد ترامب وكثير تغيرت بالحقيقة المعايير وأفكار الحزب الجمهوري ونحن نحكي عن موضوع ريجين ضمن هذا الإطار الإطار الأزمة اللي عم عيشه حالياً الحزب الجمهوري اللي خلت عدد كبير من الناس جمهوريين بالحقيقة ينشروا نعوة هذا الحزب ويقولوا أنه ما عد هو الحزب اللي نحن نعرفه ما عد هو الحزب اللي نحن نشأنا عليه القيام المحافظة بخطر ونحن شفنا طبعاً شو صار أحداث بالفترة الأخيرة وشفنا كمان الانتخابات الأمريكية اللي صارت صحيح دونالد راح بس بالنهاية عنا مجموعة كتير كبيرة من الناس اللي يتبنوا أفكاره وما زالوا موجودين بمجلس شيوخه خاصة كمان بمجلس النواب وإحنا بنتكلم حوالين إرث ريجين وإيه اللي تبقى منه تعالى نقسم هذا الإرث إلى دوره في السياسة أو سياسته الخارجية السياسات الاقتصادية السياسات الاجتماعية تجاه القضايا المختلفة وتصوره العام لأمريكا وللإنسانية لما نبتدي بالسياسة الخارجية طبعاً أشهر حاجة أو دور لعبه رانالد ريجين هو دوره في إنهاء الحرب البردة يعني هو بيستلم السلطة في لحظة كان بينظر فيها لأمريكا كان هي في لحظة ضعف تحت قيادة كارتر قبلي وصلت لإحتجاز الرهائن في السفارة في طهران الاتحاد السوفيتي داخل أفغانستان الوضع العالمي كله مقلق جداً بيتبنى مجموعة من السياسات من تحدي الاتحاد السوفيتي اللي بتؤدي في النهاية إلى انهياره ونحن ما ننسى كمان أنه هو بالأساس شاف الاتحاد السوفيتي كخطر وجودي يعني هي كانت أحد الشغلات الأساسية بفكر رانالد ريجين على الصعيد الخارجي أنه نحن لازم نكرس كل طاقاتنا لمحاربة ما سماه بإمبراطورية الشعر أنتم تناقشون مقترحاً لتجميد سباق التسلح النووي لكني أحثكم على عدم وسواة الطرفين في الخطأ فأنتم تتجاهلون الحقائق التاريخية التي تؤكد الدوافع العدوانية لإمبراطورية شريرة وتسفيه سباق التسلح باعتباره مجرد سوء تفاهم كبير وبالتالي أنتم تنقون بأنفسكم عن الصراع التاريخي بين الصواب والخطأ وبين الخير والشر أعتقد أن هنا مهمة أوي أن نحن نذكر نقطة على فكرة الوضوح في كلامه يعني هو صنف الاتحاد السوفيتي كإمبراطورية الشر قارن خطابه ده بخطاب ترامب حوالي بوتين هل تحترم بوتين؟ نعم أحترمه فعلا؟ لماذا؟ حسنا أنا أحترم الكثير من الناس لكن هذا لا يعني أني سأكون على وفاق معه إنه قائد لبلاده أنا أرى أن التوافق مع روسيا أفضل من عدمه فروسيا سعادتنا في كتال داعش وهي معركة مهمة بالنسبة لنا ودحر الإرهاب الإسلامي في جميع أنحاء العالم لكن هل سأكون على وفاق معهم؟ هذا أمر آخر هناك الكثير من القتلة هل تعتقد أن بلدنا بريء؟ هل تعتقد أننا أبرياء؟ يعني هنا واحد بيقول بمنطقة الوضوح بيصنف الشر أنه هو شر وعندنا موقف تاني له يعني إحنا كلنا قتلة والتعارف وبلدنا نفسها مش بريئة اختلاف مرئب وأعتقد أن ده يعني ومش بس تجاه بوتين أو روسيا يعني إحنا شفنا ده تجاه مواقف إدارة ترامب في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة مع الدكتاتوري المفضل عن عبد الفتاح السيسي يعني ما كان عنده مشكلة أبدا أنه يكون مفتح على موضوع التعامل مع الدكتاتوريين والطغاة بشكل كثير ودي وهذا الشيء الذي بالحقيقة طبعا بحطه بتعارض كثير كبير مع ريجون وفلسفة ريجون الآن الشيء الثاني كمان بفلسفة ريجون الخارجية وأنه ما كان بده بالحقيقة يتدخل عسكريا على طريقة الفيتنام هذا التدخل العسكري المفتوح بس بنفس الوقت كان يعرف أنه في مواجهات بده تصير على الصعيد الخارجي لذلك ما كان عنده مانع على الإطلاق أنه أولا عن طريقة ديبلوماسية أنه يعملوا تهديئة للأوضاع شوي باللبنان وبعدين يدخل جيوش أو يدخل جنود أمريكيين بالحقيقة بقوات حفظ السلام باللبنان ترجمة نانسي قنقر